جدارة أو المعروفة بأمقيس من الأماكن الأثرية اللي قد ما بنحكي عنها بالفعل تتحدث عن التاريخ والمجدوى فيها إذا نتذكر أيضا من أقدم جامعات الشرق الأوسط من دور أهل أمقيس ومن محبتهم إلها حب أن يكون للسنة الثانية عندنا مهرجان ثقافي بضوء على هالمدينة الأثرية اللي أصلا هي مضاءة بالتاريخ اللي بتعبر عنه واللي عبرته العديد من الحضارات معنا موسى النعواشي صباح الخير رئيس ملتقى شباب جدارة أمقيس الثقافي أهلا وسهلا فيك ومعنا رئيسة جمعية أيام زمان صباح الخير ست هيام طوال بأهلا وسهلا فيك وأيضا دع أرحب بغفران العيكش أهلا وسهلا فيك غفران أنت أيضا من المشاركين وإلك فقرات كتير مميزة ستكون إن شاء الله ضمن المهرجان نورينا جميعا أهلا وسهلا فيكم أستاذ موسى يعني بنبدأ نحكي عن غيرتك على أمقيس قبل ما نحكي عن تفاصيل المهرجان أنا بدي أحكي بشكل شخصي زورتها وأنا طفلة ومن الأماكن اللي بلفعل علقت بذهني الأثار اللي فيها بالإضافة طبعا للطلة يقدي بالطلة كمان على أماكن إحنا منحبها ودائما منعبر عن شوقنا إلها فأمقيس أو جدارة إيش تحكينا عنها؟ سيدتي شكرا لك حديثنا عن جدارة حديث الهمس وتلك كما تعلمين لغة المحبين كل يوم نرسم لجدارة ألف صورة ولا نبيعها إلا لسواح موهوبين قلنا في جدارة بيقولوا جدارة بالأمس وسموك كيس اليوم حبيناكي أنت وبس بزيتونك وبشجر الدوم جدارة هي أشقنا الأول هي أمنا جدارة بلد الشعراء والحكماء أنجبت لنا ميلياغروس وأنجبت لنا أرابيوس ميلياغروس الذي قال حكمته المشهورة أيها المار من هنا كما أنت الآن كنت أنا وكما أنا الآن ستكون أنت فتمتع بالحياة فإنك فان ميلياغروس الذي ولد في جدارة ثم رحل إلى صور في لبنان اسمعي ماذا يقول يقول ميلياغروس في ديوانه الإكليل الذي استطاع الباحث مشكورا الباحث أحمد شريدي أن يأتي به إلينا معربا ديوانه الإكليل عرب ديوانه من نفسه نعم من اللاتينية ثم ترجم إلى الإنجليزية ثم عرب ووصلنا عن طريق الباحث أحمد شريدي يقول أنا ميلياغروس قبل ذلك يقول جزيرة صور مربية اسمحي لي أن أستعين بالورقة فالذاكرة قد ران عليها لا من حاب نسمع هالكلام الجميل جزيرة صور مربية وجدارة موطني أنا ميلياغروس فقد سرت بعون الله إله الشعر على خطام نبوس وأخذت من إلهامه فأن كنت عربيا فأي عجب في ذلك أيها الغريب كلنا نسكن وطنا واحدا العالم وبعد أن شعرت بثقل السنين حفرت هذه الأسطر قبل أن أنحذر إلى القبر ميلياغروس رثى مرة شاعرة جدارية اسمها إيرينا شاعرة من جدارة يقول إنها النحلة العذراء إيرينا الجدارية لقد كانت تمتص رحيق أزهار ربات الشعر عندما اختطفها هاجس إلى جواره أيتها الصبية الفطنة أيتها النحلة العذراء يا إيرينا يقال أنك لم تموت وإنك تحتلين مكانك في قلبي ربات الشعر الجداريات حالو يعني طول الحديث بأبيات الشعر نعرف قداش هي زي ما أنت ذكرت أكيد خرجت من الشعراء قبل ما نحكي عن المهرجان هل تشعر بكل صراحة أن أمقيس خلينا نحكي ما أخذ حقها أو كمان أهالي أمقيس من خلينا نحكي السياحة أو على الخارطة السياحية في الأردن يا سيدتي أمقيس دائما نقول مهمشة ووجهها مهشة لم تأخذ حقها أبدا يكفيك أن تأتي في الربيع فتنظري كم عدد الزوار الذين يأتون إلى أمقيس يعني بتوصل باليوم 20 ألف سيارة نعم تصل 15 ألف سيارة بلا فائدة لأهالي أمقيس حتى السوبر ماركت الذي في الشارع الرئيسي يعني لا يستفيد لا نستفيد إلا التعب بعد رجوعهم والمخلفات تعرفين الزوار وماذا يتركون طيب نحكي بإسهاب عن هذا الموضوع لأنه إحنا بهمنا نضوي على المهرجان نحكي عن الفعاليات ولكن من نفس الوقت إحنا أيضا بهمنا أنه يكون فيه انتباه لهالموضوع لأنت اللاست هي من المشاركة بالمهرجان وإنتي يمكن مخلي مجموعة من السيدات النشميات والردنيات ملتفين حولك بالأعمال اليدوية بالحرف اللي عن جد يعني إذا بدنا نسافر بين بلد وبلد منشوف شو عندهم حرف يدوية كيف بقدموا بلدهم بتحفة فنية أو بأكلات شعبية فاتحكينا عن مشاركتك بهذا المهرجان التحديد نحن مشاركين في مجال الحرف اليدوية شاملة تطريز الصوف الأكلات الشعبية كمان مشاركين فيها يعني لعله أنه يكون فيه مجال أنه نسوق هاي الحرف لأنه فيه أن الستات يعني مصدر داخلهم الحرفة يعني ما عندهم أي حرفة تانية يعني أي مصدر تاني ما فيه بنحاول يكون فيه إشي لأمقيس من خلال ترويج هاي الحرف اليدوية يعني بالناشد أو أنه يعني شاركتوا أنتوا قبل طبعاً نحن نشارك نحن الجمعية لها ثلاث سنين مؤسسة فيه عندي تقريباً سبعين عضوة هيئة عامة كلهم حرفيين حالو بس فيه تقصير من نجارة السياحة لأنه دام الحرف الأردني مهمش مع إلو قيمة نهائياً سوق حرفي مفروض يكون فيه أمقيس فيه سوق حرفي فيه جرش بس للأسف الشديد ما فيه حرف أردني يمكن حرفة الرمل بس موجودة ملاش أظلمهم يعني سوق حرفي بجرش داعم آه داعم طبعاً نتمنى يكون فيه أمقيس نتمنى يكون فيه سوق حرفي حتى هذول الستانت أو الشباب الحرفيين يستفيدوا من خلال السياح يعني الساح بيجي زي ما تفضل لأستاذ موسى ما بيستفيد يعني أهل البلد ولا ربع دينار كله رايح للمكاتب السياحي ولا الدليل السياحي فإحنا هابين يعني كون فيه نظرة مستقبلية من إن شاء الله سياحة اهتمام صح يعني إحنا جايين نحكي عن المهرجان المهرجان هو بيعطي فرح وتفاؤل ولكن أخذنا الحديث عن يمكن واجعكم وهمكم في موضوع أمقيس إنه ما عم بيكون فيه عائد كمان مادي بحب أعرف منك التفاصيل المهرجان ورح نرجع نركز على موضوع يعني هاي رسالة من وجهها إنه يكون فيه عنا سوق دائم يلو أكشاك تكون بالمواقع الأخير لإنه دول مصدر داخلهم وقدي كمان بيساعدوا أسرهم في المقابل أهلا وسهلا فيكي غفران رح تهاهي للعروس بالمهرجان أحكي لي أجم حضرتنا شو رح نشوف إحنا عنا مجموعة من الأغاني التراثية والألحان من كتابة الشاعر حسن ناجي ومساعدة المعلمة خلوط كرايمة وفيه عنا باليوم الثاني تروية العروس اللي بتشرح تقاليد العرس الجداري القديم من التجلاية المهاها وغيرها من الغنان القديمة وحنا العروس والحمام العروس والعروس اللي مكان تدخل على العرس بالإحصان بالفرس ومجموعة من شسمه من العرس اللي كان يصير زمان كان يصير زمان وغناني يعني خالص هلو قد تكوني مستمتعة غفران وانتيك بالمهرجان يتورجي ثقافة والعادات والتقاليد في أمكيس؟ بكون يعني مستمتعة يعني بحكي عن أيام زمان أيام زمان جدارة وكيف كانوا يعني كل تقاليدهم زمان يعني بدرجة أني بكون مستمتعة كثير طب انتي مين حكالك عن هاي الأشياء هاي التفاصيل كيف تعرفيها؟ من أجدادنا بحكو الكام وبيعلموكم شو كانوا يعملوا مثلا بالأعراس بالمناسبات طبعا وانتي حبيتي أنك توصل لها ومن خلال مشاركتي بالمع الملطقة ومن خلال مهرجان المقايس حلو برافو عليك يا غفران ست هيام شو نوعية الأشياء اللي راح نشوفها طبعا انتي مشاركة بالثلاثة أيام من خلال السوق وطبعا بمجموعة من السيدات فشو راح نشوف نوعية الحرف الموجودة؟ رح يكون في عندك بالأول مجال الحرف الأكل الشعبي اللي هو هذا الأشياء القديم للقراس والخبز البلدي القراس العيد جاي بنتلنا ياهم هالأحلى أسكافتور عليهم واللزاقيات الأشياء القديمة يعني حاولنا نعيدها يعني ورح يكون في عندنا مجال الحرف اليدوية اللي هي في سيفيسا طبعا من شغلي أنا رح يكون في عندنا خزف كمان شغلي في صناعة الصابون البلدي والجليسرين والشموع والمطرزات والفخاريات يعني أكثر نسبة ممكن من الحرفيات اللي كتير متشوقين متفاعلين بهذا المهرجان حلو يعني على أمل يمكن من ردة فعل هذا المهرجان أنه يصير فيه عندنا سوق دائم بس عم تحكي لي ما في مردود يعني بيكون واضح لكم خليني نحكي كسيدات أكيد يعني خلال أيام المهرجان بالثلاث أيام هدول أو عادة نتمنى لا هو إحنا من غير المهرجان إحنا تسوقنا من خلال البازارات والمعارض لأن ما في إلنا مقر دائم إحنا إلنا الحرفيين يعني لو كان فيه بكل مكان منطقة أثرية يكون فيه كشك صغير هيك نسوق فيه منتجاتنا ممكن صح يكون فيه ترخيص أما هيك على البازارات على المعارض من خلال موقع الجمعية سوقنا يعني لأمريكا ودينا لعدة الدول برة يعني برة كتير بيحبوا هذه الأشياء وإحنا بيجينا دعم الموزات الثقافة سبعمية وخمسين دينار يعني سنوية والسنة هاي وعدين نقصوا كمان الدعم يعني على أمل إن شاء الله هاي وجهنا يكون حلو عليكم إن شاء الله من اليوم الثاني واليوم الثالث نعم بالنسبة لليوم الثاني عندنا طبعا الفنان الكبير والفنان الكبير داود جلاجل ونادي راعم ران المشاركان معنا في شعر درامي في إلقاء شعر درامي بأسلوبهم الخاص ثم مسرحية سطح ساخن تأليف الأستاذ حسن ناجي والإخراج الأستاذ وليد الجيزاوي وأداء أعضاء مسرح الفن في إربت مسرحية اجتماعية نعم ثم نأتي إلى يوم آخر ومشاركة خارجية من أهلنا في فلسطين فرقة البيادر للزجل الشعبي وحديثها وزجلها عن جدارة عن أم قيس نعم ثم هناك فقرة ساخرة للمبدع من أم قيس أيضا مالك الأكش ويؤدوها أيضا مبدعون من أم قيس نعم ثم فقرة أيضا الأفلام الوثائقية عندنا مبدعون كثر ومن ضمنهم الأستاذ يوسف الحاج له أيضا فيلم وثائقي بعنوان لاجئ أردني حلو يعني إحنا على أمل أنه يكون هيكي تفاعل حلو الدخول المجاني رح يكون أو المشاركة حلو يعني بعليكم غير أنكم تستمتعوا بالأجواء الحلوة بمقيس مع وجودها المهرجان يا سيدتي لكن أبل بتي أسألك عن القادم رح يكون إن شاء الله مهرجان جدارة للطفولة وبعرف برضو أدي عم بيكون التحضير إله على قدم الموصد أكيد ونحن نستعد إليه من الآن وهذه النسخة الدراسية موجودة أمامك مهرجان جدارة للطفولة العمل كبير لا يقتصر على أهل جدارة وأهل إربد إنما على الوطن وربما مشاركات من خارج الوطن أيضا حلو مبسوطة كثير فيكم وشكرا على الفطور أشكر حضوركم أستاذ موسى النعواشي رئيس ملتقى شباب جدارة ومقيس الثقافي أيضا ست هيام طوال برئيس جمعية أيام زمان وتحياتنا كمان للنشميات الأورجينيات وصلنا للتحية كمان دي أشكر غفران على هالشخصية الحلوة واستقال هلوة وننشوفه كمكان من السيدات الرائدات بي أمقيس شكرا إليك غفران العكش